يعني في مفاجآت مهمة جدا في موضوع كرديرون وبصراحة يمكن أنا بشكر زميلي عالش حاتة لأنه هو أول واحد في مصر انفرد معايا بتفاصيل عقد كرديرون ويبدو أن موضوع كرديرون زي ما احنا كنا أول ناس فتحنا الملف ده وقلنا أنه نار وكل واحد مش طيق التاني ولكن من التسريبات المهمة جدا اللي اتكلمنا فيها في موضوع كرديرون وحبت أبدأ بيه حلقة النهاردة أنه حسين لبيب لما جدد لكرديرون عمل كرسى كبيرة جدا 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 كرسى كبيرة بمعنى الكلمة ويمكن حسين لبيب بيفكر في موضوع الانتخابات ونعارف أنه هو بعد صلاة الجمعة كان عنده قاعدة في الكونباوند اللي هو رئيس الاتحاد ملاكو مع بعض الناس ويبدو أنه كمان فكرة تراجعه عن الانتخابات بدأت تزداد قوة خوصا بعد ما عرف أنه ليس له أسهم وليس له رصيد وياخد ألم كبير جدا 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 لو نزل الانتخابات حسين لبيب عمل كرسى في حق الزمانك وكرسى كبيرة جدا 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 ليه لما جدت قاعد كرديرون عمل الآتي جدده لمدة 3 سنين ماشي تعال شوف الكوارس اللي عمله حسين لبيب كرديرون أول مصيبة عمله حسين لبيب يحصل على 13 شهر في السنة مش 12 شهر بواقع ضعف الراتب في يناير يعني ضعف الراتب بدءا من يناير فتب سنة 13 شهر كمان كرديرون يحصل على راتبه يوم 30 من الشهر وفي حالة التأخر يحق له فسخ التعاقد بعد إسبوع مجزي ما قال أمير مرتضى بين شهر ولا حاجة لا بعد إسبوع كمان كرديرون بياخد 130 ألف دولار شهريا مع زيادة سنوية 10% في عهده طوال الثلاث سنوات ولما يقرر كرديرون الرحيل يدفع أربعة شهر من راتبه بواقع 400 ألف دولار كحد أقصى يعني يدفع أربعة شهر بواقع 400 ألف دولار هم كاتبين كده ولو الزمالق قرر أنه يمشيه يدفع الزمالق عقده الثلاث سنين وكمان يحق الكرديرون تغيير أي فرد في الجهاز الفني والإداري والطبي دون الرجوع لمجلس الإدارة ولا يقبل أي عنصر جديد في الجهاز الفني إلا في حالة موافقته الشخصية ما حد يشعين له حد ولا يفرض علي حد ده الكارسة اللي عملها حسين لبيب في موضوع كرديرون طبعا أنتوا عارفين كوارح حسين لبيب لا حصرة لها ولا عدد يعني نهيك عن حسين فيصل اللي بيبكي الزمالقوية بدل الدموع دم نهيك عن حاجات كتيرة جدا عملها حسين لبيب أو لبيب بيانات والكلام ده فالعقد ده اسمه عقد إزعان وعقد يعني نجح من خلاله حازم فتوح وكيل كرديرون أنه يضحك على حسين لبيب وقاعد ينعب بورقة أنه رايح الإمارات رايح السعودية وعمل رعب حسين لبيب وخوفه وحسين لبيب كان ملنك مع السوشيال ميديا وشوية عيال اللي هما بيشتموا دلوقتي وبيصفوه بالعجوز المتصابي وبيصفوه بأقزر الألفاظ وأنا ضد ده وضد إهانة الرجل ولكن في النهاية دي كرسة من كوارس حسين لبيب رضينا أم لم نرضى يعني طيب أنا خدت في العنوان حاجة مهمة كرديرون ضرب الزغلول وكرديرون ريح الزبون آه لإني كرديرون اشتغل على العقد اللي عامله مع حسين لبيب وريح الزبون اللي بيدير حاليا واخد بالك أنت الراجل اللي بيدير حاليا أنا مش عايز أذكر اسمه يعني ولا يشرفني إن أنا أذكر اسمه واخد بالك أنت ظلم طحي مصر الأول عمل إيه بقى هو دلوقتي بيلعب مع لعبة الأوقت والفار هو من الآخر كده واخد مني كرديرون قاعد على قلبه يعني كرديرون قاعد على قلب الزبون ومش ماشي واللي عايز يمشي يدي له الثلاث سنين غير من الخطة بتاعته كرديرون غير من الخطة بتاعته وقال لك أنا قاعد على قلب الزبون مش ماشي لو هو عايز يمشيني يبص في العقد ويدي لي الثلاث سنين طبعا الزبون ظلم طحي مصر الأول طلع قالك عبد النصر زدان بيهاجم حسين لبيب وطبعا أنتوا عارفين لما يكون التلميذ بليد ما بيعرفك يذكر كويس يعني هو بيهاجمني أنا علشان خاطر انتقدت حسين لبيب في البيان ولكن أنا عايز أقول له يا عم الزلم طحي عايز أقول لك على حاجة في حد دحك عليك وقال لك أن أنا كنت بنتقد حسين لبيب عشان أرضيك أنت مين عشان أنا أرضيك ولا أنت تسوي عندي ثلاثة تعريفة يعني أنت بتقول لي اتفكرني عفرح لما تهجب حسين لبيب ومين قال لك أن أنا عايزك تفرح أنا عايزك تحزن وربنا يديم عليك الأحزان لغاية ما تموت ربنا يورينا فيك آية ربنا سبحانه وتعالى يجعلك أضحوك قدامنا ونراك آية من الآيات في الأرض هو أنت تفكرني هو أنت تجنيت تفكرني أنا بخضبك أنت أو بحول أرضيك أنت ليه مين اللي تحك عليك وقال لك الكلام ده وبعد كده إذا كنت أنت يا زبون يا تعبان واخد بالك أنت يا رجل عيب عليك إذا كنت أنت بتدفع على حسين لبيب ينفع ما هو أنت عشان خطر كداب لازم تكون نساي تقول لي اتدفع عن حسين لبيب وأن أنا انتقدت حسين لبيب أنا بنتقده بأدب أنا قلت بنتقده بأدب هو أنا شغال لحسابك عشان أرضيك ولا عشان أنا هاجب حسين لبيب عشان أنت ترضى ما شاء الله ما أرضيت ما تدفلع ولا تعنيني واخد بالك أنت يا رجل يا صاجد ده كلام يا رجل وأنا عارف أن أنا بأطلع لك في المنام ومش هتقدر تنسى أن أنا في فضل الله أحد اللي ربنا جعلهم سبب أنك تضطرد من البرلمان وتزجط على إيد أهالي متغمر الرجال المحترمين ولكن اللي أنا عايز أقوله لك لما أنت بتدفع عن حسين لبيب طب بلاش في الفيديو تقول أنه سرق الدش يعني يعني يا رجل أنت خلاته يسرق الدش بتاع دورة المية يعني أنت خلاته يسرق دش دورة المية طب إزاي بتدفع عنه عشان أنت قطب أدب وفي الآخر تتهموا أني حرمي دش مش أنت بتقول اللجان المعينة ما سبتش حاجة في مكتبي حتى الدش بتاع دورة المية سرقه فيا يا جماعة أنا أتحدث من أجل الزمالك وأنا لا يعنيني يا أحد أنا أدافع عن الزمالك أنا أدافع عن الزمالك هذا العقد اللي عمله حسين لبيب عقد إزعان وعقد كارسي وكارديرون مستغلوا أسوأ استغلال والزبون بيقرح إزال لبيب ولكن حد فكر له قال له إيه قال له عبد النصر زدان بيرضيك فبيهاجم إزال لبيب وطبعا ولا هو في دماغي ولا أنا أصلا هو في حساباتي ولا للزمة معايا يعني أنا من عكسنا لما قلت صفحة جديدة أنا ملتزم بالصفحة الجديدة هو اللي لسنه طويل ولا بيعرف يأمر صفحة جديدة غير هي صفحة جديمة وسودة ومع تباية جديدة ولا بيضة أبدا ليوم الدين فده يا جماعة عقد كارديرون الكارسي والمفاجآت والكوارس اللي فيه المفاجآت والكوارس اللي فيه وللأسف الشديد عايز أقول لكم على حاجة كارديرون للمرة التالتة والرابعة والخامسة قاعد على قلب الزمالك واللي عايز يمشي يديني التلات سنين هو كارديرون بيقول كده يب ينفع أنا ما أقولش إن حسين لبيب غلطان لا غلطان وستين غلطان والزمالكوية زعلان منه وأنا مع الزمالكوية ومع الجمهور العريض والجمهور الكبير أنا مع الزمالكوية أنا مع الزمالكوية ومع الجمهور الكبير والجمهور العظيم اللي مش قابل هذا العقد وهذه الأفعال التي تصدر من حسين لبيب وخلينا رجع معاك وقولك الحصرية اللي هي حسين لبيب بعد صلاة الجمعة كان قاعد مع ناس في الكمباوند اللي هو رئيس اتحاد ملاكه بيقابل ناس في الكمباوند كان يدرس موضوع الترشح واستكمال وعايز ينزل انتخابات وفي روايتين قاعد النهاردة وكان بيدرس موضوع من الانتخابات واخد بالحضرتك وفي نفس الوقت في ناس بتحول تقنعه انه ما ينزلش وفكرة انه ما ينزلش بدأت تبا يعني تسيطر على دماغه يعني كم يحصل تفتيت اصوات لان في حالة نزول حسين لبيب هياخد من اصوات احمد سليمان لو نزل احمد سليمان ويمكن النهاردة حضرتكم لو انتم خدتوا بالكم كان فيه حاجة مهمة جدا النهاردة او من كم ساعة كده او مبارح مقال مهم جدا كتبوا رؤوف جاسر على صفعته واخد بالك انت كان بيشرح فيه ازاي حصل تفتيت اصوات لما نزل وكان نازل الدكتور كامل درويش وكأن رؤوف جاسر بيقول يا جماعة لازم توحده الصف علشان خاطر ما تخسروش لازم توحده الصفع كان ما تخسروش ففكرة اني حسين لبيب ما ينزلش الانتخابات حتى الان 50-50 ولكن هو كان عامل اجتماع وبيتكلم في موضوع الانتخابات والكلام ده كله وانا شايف انه هو يعني اكرم له ما ينزلش الانتخابات لاني مأسيه وكوارثه اكتر بكثير من حسناته وعقد كرديرون احد كوارث حسين لبيب اللي تخليه يعني لو قرر ينزل الانتخابات ستكون فضيحة بجلاجل على دماغه وعين دم ندم كبير جدا 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 اشتركوا في القناة